اشتركوا في القناة وقد ايه انا فخورة بالكرو كله لانهم شطرين وبيحبوا قوي قوي كل حلقة بتتكتب بتتعمل بتتصور بتتمنتج باين قوي ده في مجهود كل واحد وسوس بالعربي يعني انا متحمساله كمتفارج متحمساله قوي قوي وانا فاكرا من سنتين ثلاثة لما سمعت خبر ان سوتس هيتعرب وهيكون هيتعمل يعني في مصر تحمست ان انا اشوفه ففكرة ان انا اكون جزء منه دي بالنسبالي خطيرة شو الشخصي اللي عم بتقديه بعرف انه كلكن محامين هنحكي عن المحامة بس شخصي اللي انت تحديدا عم بتقديه تعرف انا بعمل دور ريتشل زين دور ماجين ماركل فاسمي ليلى في المسلسل كيف حقص في ليلة؟ ليلة شخص طموح قوي ومهزبة قوي في كلامها وبتحلم وعندها احلام كبيرة قوي قوي وفي نفس الوقت دايما عندها كده حيطة او سد ما بينها وما بين ناس هي ما تعرفهاش او حتى ناس هي تعرفها لان هي دايما عندها مخاوف ان حد ممكن ينتهز طيبتها او ينتهز فكرة انه هي لسه بتحاول تبقى محامية هي لسه فاضلها امتحان معين لازم انها تنجحها عشان تبقى محامية فهي بتخاف الناس تستقل بزكاءها فدايما فيه كده حيطة صد قبل ما اي حد ياخد عليها يعني انا ما بدي اقلل طبعا من شأن المرأة في المحامة بالعالم العربي بس دائما المحامة اكتر رجل هل بتشجعي المرأة اللي يدخول العالم المحامة من خلال تجربتك تمثيلية؟ طبعا اتمنى اصلا المسلسل لما ستات وبنات كتيرة يشوفوا له وحلموهم انه هما يكونوا محاميين يعني او يدخلوا في المحامة اتمنى ان المسلسل يكون الهام لهم يعني طيب تارا اخيرا هيك هيدا المسلسل شو بي رأيك هيك رسالته للمجتمع العربي؟ اول حاجة هو هيبقى مسلسل حلو قوي انك تتفرج عليه انت وصحابك واطفالك واسرتك كلها دي اول حاجة تاني حاجة انا عجباني فكرة قوي يعني انت اللي خليتني حتى اركز على ده ان فعلا ممكن المسلسل يكون الهام لبنات صغيرة نفسها انها تدرس المحامة فاتمنى اشتركوا في القناة